هذا وقد بدأت مدرية الصحة بالإسكندرية تطعيم بالجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد شهل للأطفال وتهدف الحملة بالإسكندرية إلى تطعيم نحو 835 ألفا من الأطفال المصريين و 1600 طفل من غير المصريين المقيمين ويشارك في الحملة 5000 شخص ينقاسمون لفرق ثابتة ومتحركة بالإضافة إلى 300 سيارة مجهزة جوب شوارع المدينة لتقديم الدعم اللوجستي الحملة إن شاء الله على مدار أربع أيام والحملة بتبدأ الأطفال من سن يوم لغاية سن خمس سنوات إن شاء الله تطعيمات بتاعتنا موجودة وجهزين في جميع الأماكن نحن عندنا قرابة 1800 فريق منهم بس حوالي 1200 فريق متحرك بتحرك من شقة لشقة